كابتن سامي قمصان شناس سألت يعني تقبل هذا الخبر بصدر رحب يعني ما تضايقش هو قال أصلاً أنه أنا ما كنتش عايز المنصب ده أنا بس وفقت عليه لأنه لجنة التقديدة هي اللي طلبته مني فأنا بوافق عليها حاجة النادي الآله يطلبها مني لكن أنا رجل بتاع أمور فنية أنا مش بتاع أمور إدارية ومش فارق معايا المنصب ده إطلاقاً مش عايزه يعني أصلاً عشان بعد الناس قالت إن كابتن سامي قمصان حرام كده ويتزلم وملحقش كابتن سامي قمصان مش عايز المنصب ده وكان شايفه لود عليه وكان شايفه ضغط عليه كبير جداً وكان شايفه كمان بياخد من شغله الفني مع مرسل كولر فالكابتن سامي قمصان ما تضايقش إطلاقاً